سمو الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان متمنياً دوام التقدم والتوفيق للمملكة وشعبها وقيادتها وكذلك إشادت فخامته بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي من شأنها أن تساهم في استدامة مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة والتي تأتي في وقت هام يعاني العالم فيه من العلاقة بين الإنسان والكوكب وتأثير هذه العلاقة على صحة كلاهما إن تحقيق النمو الأخضر يتم من خلال سياسات تمكينية وتمويل مستدام وشراقات مع كافة أطياف المجتمع وهي الحل الوحيد للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض والتي سوف يتم تطرق إليها في آخر الكلمة السادة الحضور أصحاب المعالي والسمو تعد مصر ضمن الدول التي لديها توجها وإرادة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة مستندة على العديد من الآليات سواء المؤسسية أو التشريعية أم التمويلية فلنبدأ بإعداد الاستراتيجيات والتي تم الانتهاء منها سواء الشاملة مثل رؤية مصر 2030 والتي تأخذ في مضمنها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو الاستراتيجيات القطاعية مثل الاستراتيجية المتكملة للطاقة المستدامة لعام 2035 وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية منخفضة الكربون والتي تم الانتهاء منها وأخيرا في ظل جائحة كورونا الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر ولكن فوق كل ذلك ولإدرقنا لأهمية آثار تغير المناخ فقد تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050 والتي ننتوي في إطلاقها في مؤتمر الأطراف المتعقدة 26 في جلاسكو والتي تضم كل من مجالات التخفيف والتكيف ولكن الاستراتيجيات وحدها لن تقوم بحل المشكلة فكان يجب أن تقوم الحكومة المصرية بتخدير الموازنة في ظل جائحة كورونا فتم إعداد الدليل الإرشادي لمعايير الاستدامة البيئية ليكون هو الحاكم لكل مشروعات الحكومة ففي عام 2021-2022 وصلنا إلى 691 مشروع أخضر ترجمة نانسي قنقر